اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الوان المزيكة. طبعا اتمعيش اتأخرت عليكم شوية كان عندي شوية حاجات كده اتشغلت. كلمنا عن الوان كتيرة من المزيكة زي المتل والروك والبوب والبلوز والجاز واللاتين ميوزيك وحاجات كتيرة او. عايزين نخش في المزيكة الشرقي بقى. امتى اسمع مزيكة احدد ان دي شرقي? وايه الثقافة الشرقي دي? وايه اللي يفرق الشرقي عن غيره? ثقافة الشرقي قلنا ثقافة عميقة جدا وفيها شغل كتير وفيها كلام كتير. وهتاخد اكتر من حلقة. طبعا الشرقي ده مش حاجة جديدة. الشرقي قديم جدا من قبل الميلاد كمان. كانوا بيستخدموا المزيكة الشرقي من قبل الميلاد بحسب التطورات والالات مختلفة وكده. زمان كانوا بيستخدموها من قبل العصور الجاهلية كمان. في في الناس اللي هم بيعزفوا مزيكة يعني لاسعاد الملك ويعني ويقولوا القصص وحاجات زي كده. واللي الترفيه والحاجات دي وكلها. طبعا مع الوقت الفنان فنان يعني الحاجات بتفضل تتطور تتطور. وفي العصر الاسلامي اشتغلوا كتير برضو عن المزيكة الشرقي وحاجات كتيرة جدا. فالمزيكة الشرقي لا قديمة يعني ليها تاريخ كبير جدا. مش عايزين اطعمك قوي في التاريخ لان مش هنخلص. هتلاقي الموضوع كبير جدا. بس امتى اعرف ان دي مزيكة الشرقي. ايه اللي بيميز المزيكة الشرقي? الالات بتاعتها. لما تسمع شوية الات كده الكمب وده كده شرقي. ايه الالات الشرقي اللي ممكن نسمعها مسلا? في الوتريات مسلا زي العود. زي الانون. زي الكامانجا. زي الربابة. زي السمسمية. زي المندولين. زي الجيتار. الجيتار برضو يعني يعتبر جديد على الشرقي بس برضو بيلعبوا به آآ شرقي. زي البوزق. برضو بيلعبوا به حاجات شرقي وخصوصا حاجات التركي والكلام ده. وزي الالات النفخ بقى مسلا زي الناي وزي المزمار وزي الارجول. ارجول ده بتاع كده بتشوفوه اللي هو بيعملو به الافراح دلوقتي ساعات كمان. وبيتعمل بي شوية حاجات حلوة كده. وفي حاجة اسمها المجوز برضو. بيتعمل بيها حاجة من ضمن الالات النفخ. والالات الاقاعية المشهورة طبعا زي الطابلة زي الرق. اللي هي مسلا بيسموها الدربوكة والرق. والدفوف والمزهر. المزهر ده اللي هو شبه الرق بس كبير قوي كده. وتلاقي الصد بتاعه خبير قوي كده. اا والسجاط والدفوف. كل الحاجات دي. الحاجات اللي لما تسمعها خلاص مميزة جدا هتقوله على طول دي شرقي بتديك المود الشرقي آ جدا. طبعا المزيكة بتاعتنا دي بنسميها مثلا او بنسميها موسيقا عربية. او بنسميها موسيقا شرقية. يعني طبعا المزيكة احتلت العالم كله حتى الاجانب حتى الاغاني اللي عالمية دلوقتي بيدخلوا فيها آلات شرقي. يلاقي ضمن التطور طبعا الخطير اللي حصل وكده. فا يعني لو عايزين بقى نسمع شرقي يعني ايه اللي بيميز الشرقي عن باقية الحاجات. عندنا في الشرق مسلا في حاجة اسمها الربعتون وحاجة اسمها المقامات الموسيقية. الربعتون والمقامات الموسيقية ده حاجات المقاماتها هي عبارة عن سلالة مخصصة بتتلعب عشان تديك مود شرقي مسلا معين. اه طبعا في منها بيختلط شوية مع الحاجات الغربي برضه يعني مسلا هتلاقيه زي العجم مسلا مقام العجم. النهواند مسلا هتلاقيه اه هو كزا نوع طبعا هتلاقيه بس مسلا منه النهواند هو زي في بقى حاجات تانية مسلا هتلاقي في حاجات ملهاش حاجات تانية في الغربي زي مسلا مقام اسمه فهو راست ده زي ما هو كده راست راست وحتى في الانجلش بيكتب راست هتلاقي مسلا مقام اسمه السيكا اللي هو السيكا بس بالبلدي كده بيسموه السيكا وفي حاجة اسمها بلدي اصلا في حاجة اسمها كده. فلا ده عالم خطير. فيه كورس طبعا عن المقامات انا عملته موجود على القناة لو حبيته تتابعوا المقامات وكده. طيب يبقى اكتر حاجات اللي بتميز المزيكة الشرقي المقامات الموسيقية. دي بتعتبر مقدمة كده عن المزيكة الشرقي لان احنا لسه عندنا تفاصيل وعمق اكتر من كده في كزا حلقة جاية. كم حلقة جاين يعني هيكونوا عن ايه المزيكة الشرقي. طيب الجملة اللحنية نفسها بتكون مميزة جدا. آآ هتلاقي لازم جملة اللحنية طويلة. في لازمة موسيقية. يعني مش مسلا اول ما الاغنية تبدأ تخش تغني كده هتقول لا هتلاقي دايما اللي خصوصا في الاغاني القديمة شوية. اللي في لازمة موسيقية. لازم الالات آآ تعزف ويكون في مزيكة طويلة ومزيكة في النص وكده. فده برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بتميز المزيكة الشرقي. عندنا الاقاعات الشرقية نفسها اقاعات كتيرة جدا. يعني ما تقولش مسلا ريتمين تلاتة وخلاص لا ده ارتام كتيرة جدا. اشهرهم طبعا الحاجات اللي احنا نعرفها المقسوم. بس المقسوم ده الواحد وفي مقسوم كزا حاجة. في مقسوم وفي مقسوم سريع وفي مقسوم صعيدي. وفي اماء يعني اقاعات اسميها غريبة. في اقاع اسمه هاجع مسلا. في اقاع اسمه سنباطي. في حاجات كتيرة كده اه وفي واحدة وفي واحدة كبيرة. شوية حاجات كتيرة قوي في الشرق. ده كده الموسيقى العربية يعني. وايه تاني طيب ممكن نلاقي ايه في الشرق تاني. هتلاقي الالات دايما بتعمل حوار مع بعض. في بيتكلموا مع بعض. فدي برضو من ضمن الحاجات الشرقية اللذيذة. ان هتلاقي دايما الالات مفيش مسلا حاجة الى وقت ده طول الوقت بتلعب. لا ده لازم يعودوا يوزعوا الالات. زي ما زكت انت عمري مسلا. هتلاقي مسلا تن 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 تران تران تن. دي لو مسلا بتتلعب بالجدار. تلاقي كمانجا بترد عليها. ومسلا الى تالتة تلعب حاجة تانية. وفي هنا مسلا سوق الاكورديون. وبعدين يخش يرد عليه مش عارف كمانجا. وبعدين يرد عليه ومناي. ومش عارف ايه. فهتلاقي في حوار بين الالات. ده برضو من الحركات الايه? الشرقي يعني هتلاقيهم بيعملوا الكلام ده في الشرق اكبر. طيب اه في حشوات حاجات بقى برضو من الشرق القديم. هتلاقيها في الشرق بس زي الموشحات مسلا. موشحات الدينية. والموشحات فيه مشرحات مش دينية. وفي مسلا حاجة شوات الفاظ كده معينة. لنت هتسمحها في الشرق بس. هيقول لك مسلا هنلعب دولاب رست. يعني ايه دولاب دولاب دي يعني الدولاب بتاعنا? لأ. هو المسمى كده دولاب رست. يعني مقطوعة على مقام الرست. بس بيسموها مسلا دولاب. هتلاقي في حاجة سمها تقطوءة. الحاجات دي كانت زمان بتتسمع في المسيقة العربية الうんياهيب والحاجات دي بس الحاجات دي لحد دلوقتي في محاول موسيقى عربية هتلاقيها. وفي الكتب هتلاقيها الموسيقى العربية القديمة وكتب العود والحاجات زي كده هتلاقي مسلا طقطوقة كزا دولاب مش عارف ايه آآ موشح كزا الاسامي قديمة. بس لسه موجودة لحد دلوقتي في المازيكة الشرقي حاجة قوية وحاجة آآ عميقة جدا. يبقى قلنا المازيكة الشرقي بتمتياز بالالات بتاعتها. هي كنبو كده لازم يكون موجود. هتلاقيها بتمتاز بالجمل الشرقية اللي اتعلق والدسامة والقوة والحاجات دي بتمتاز بالاقاعات طبعا في اقاعات شرقي عميقة جدا واقاعات صعبة وفي حاجات كتيرة آآ وعندنا شوية اسامي زي طقطوقة وموشح وحاجات زي كده لها المصطلحات العربية نفسها والاسامي نفسها كمان بتتقل مسلا ايه يعني فيه ناس بتقول لنغمات اي بي سي آآ وفيه ناس بتقول لنغمات دوري مي هتلاقي لأ في الموسيقى العربية ليهم مسميات تانية يعني هتلاقي مسلا نغم اسمها نوة ونغم اسمها كردان ونغم اسمها جهاركا ونغم اسمها سيكا ونغم اسمها حاجات كده يعني هتلاقوا كل نغمات ليها آآ اسامي آآ مختلفة طيب مين الدول اللي بتلعب موسيقى شرقي كل الدول العربية مزكتها شرقي مصر مزكتها شرقي آآ طبعا لبنان وسوريا آآ التركية اليمن العراق آآ مش عايز انسى حاجة طبعا بس معظم الدول العربية طبعا مزكتها شرقي آآ بننوع وبنغير وبندمج الثقافات وكل حاجة بس الاساس هو اللي عندنا هي المزيكة الشرقي طبع الغنى الشرقي طبعا غير الغنى الشرقي بقى نفسه والعرب بقى والتحولات بين المقامات فطبعا دي كل حاجات بتميز المزيكة الشرقي طبع عشان اسمع مزيكة شرقي حلوة من العمالقة اللي في الموضوع ده مسلا ملحنين كبار او فنانين كبار زي رياض الصنباطي مسلا طبعا بنلحن حاجات كتيرة لاموكلسوم وهو ليه مقطوعات لوحده عصف بس وارتجالات على العود طبعا فريد القطرش حاجة يعني عظيمة جدا آآ فريد القطرش امير طبعا وغير كده فنان كبير جدا وملحن فضيع ومطرب وحاجة عظيمة جدا آآ محمد عبدالوهاب طبعا سيد درويش آآ ومن الناس اللي بتغني فيروز اسمهان اموكلسوم آآ وردة عبدالحليم حافظه في اللي اجيال الجديدة يعتبر برضو عمر دياب بيلعب شرقي وعمر دياب الميزة ان عمر دياب لعب كل حاجة هتلاقي شرقي عنده عمر دياب بلوز لعب عمر دياب بلوز هتلاقي آآ رم بي لعب عمر دياب آآ كل الالوان تقريبا بيحاول برضو ايه لانه متنوع ومتجدد بس ان لو انت نكلم على الناس الشرقية شرقية لا يبقى موكلسوم الحاجات اللي يسموها التخت الشرقي موكلسوم سيد درويش لعب شرقي طول الوقت عبدالوهاب الحاجات بقى اللي هي لإيه آآ سينفونية شرقي. أو بين سماية ممكن تبقى جنة اخت شرقي. حاجات كتيرة قوي. كل الرمضانيات حاجات شرقية مسلا وحاجات زي كده. فالشرقي ممكن نقعد سنين طبعا نتكلم عن الشرقي. حاجة ممتعة حاجة للمزاج. اهلينا هتلاقيهم بيتسلطنوا قوي بالجملة الشرقي ويسمع وكده. الغنى الشرقي فعلا غنى يعني سلطنة. وغنى آآ صعب مش سهل. هتلاقي ناس كتيرة بتغني شرقي ممتازين. طبعا في الناس شيرين سميرة سعيد كل الناس دي بتغني شرق طبعا مش جداية دول ولا حاجة يعني مسلا جداية مسلا بالنسبة لمكلسوم ما قصد كده يعني لكن دي ناس سابت بصمة وتاريخ خطير ذكرى مسلا ذكرى دي من الاصوات اللي مش هتكرر طبعا روايا ان الله يرحمها بس يعني الدراسة الشرقي ده حاجة قوية جدا وعميقة وهنديره شوية حلقات كده بقى حلوة نتعمق شوية في المزيكة الشرقي ونعرف ايه هي المزيكة الشرقي وخصوصا ان دي المزيكة اللي هنحصها اكتر بقى لان هي من ثقافتنا وحاجة يعني مننا كلين بس كده هشوفك على خير ان شاء الله وفي حلقة جديدة